اشتركوا في القناة وقالت التمليك إلى المواطنين المستفيدين بالمشروع منوهة إلى أن أعمال البنية التحتية بالمدينة تسير بذات الوتيرة المتسارعة وقالت الوزيرة أن مدينة سلمان تشهد في الوقت الراهن تنفيذ 303 وحدات سكنية بالإضافة إلى أكثر من 1300 شقة تمليك فضلا عن تجهيز القسائم السكنية وإمدادها بخدمات البنية التحتية لتصبح جاهزة للبناء ونوهت الوزيرة إلى أن أبرز ما يميز مشاريع مدينة سلمان القائمة هو استخدام نماذج بناء حديثة ومتطورة سواء في الوحدات السكنية أو الشقق التمليك التي يتم تنفيذها وفق الجيل السادس من العمارات السكنية حيث تم تصميم النموذج الداخلي للشقق استنادا إلى دراسات تم خلالها مراعاة رغبات المواطنين وملاحظاتهم وتطرقت الوزيرة إلى المشاريع الخدمية التي سيتم تنفيذها في المدينة وفق خطة الأولويات المعتمدة لمشاريع المدن الإسكانية حيث أشارت إلى أن الوزارة تعمل وفق خطة تنسيقية مع الجهات ذات الصلة لتنفيذ تلك المشاريع والتي تشمل ثلاث جوامع وست مساجد وأربع رياض للأطفال وثلاث مدارس بالإضافة إلى الحديقة المركزية ومركز الدفاع البدني ومركز الشرطة والمركز الصحي فضلا عن أبراج الاتصالات ونقاط وأبراج خفر السواحل وأكدت الوزيرة أن تقدم نسب الإنجاز في مدينة سلمان يواكبه أيضا تقدم إنجاز تنفيذ المشاريع في المدن الإسكانية الأخرى كمدينة شرق سترة ومدينة شرق الحد ومدينة خليفة حيث تسعى الوزراء إلى الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ مشاريعها ت Louvre ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر